مليون عراقيين وأكثر بحكم عديمي الجنسية مجردون من حق الانتساب إلى وطنهم وبلد آبائهم وأجدادهم وكل ذنبهم أنهم واقعوا ضحية حرب دمرت مدنهم ويتمت أطفالهم سبع منظمات دولية معنية بشؤون الإغاثة تصدر تقريرا صادما عن معاناة النازحين العراقيين وتعنونه بالعيش في الهامش من بين هذه المنظمات المجلس الدنماركي للاجئين والمجلس النرويجي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية ومركز العدالة الحواجز الإدارية والتقسيم الطائفي والتهميش أسباب تحول دون حصول هؤلاء النازحين على الوثائق المدنية الهامة للصحة والرعاية والتعليم وتزيد من خطر تعرضهم للفقر والإقصاء حيث لا يزال نقص الوثائق المدنية يقف في طريق النساء والأسر التي تعولها سيدات لتحقيق حقوقها الأساسية مثل حرية التنقل والتوظيف والتعليم تؤكد هذه المنظمات الدولية أن الوثائق التي يفتقر إليها النازحون العراقيون بسيطة مثل تلك التي تثبت الإقامة والزواج والولادات والوفيات وبطاقة الهوية الموحدة الضرورية للحصول على الحصص التموينية الشهرية وتصف المنظمات العوائق التي تحول دون حصول النازحين على الوثائق بالشبكة المعقدة التي تجمع بين البيروقراطية وسوء الإدارة والعوائق الأمنية وطائفية الميليشيات ولعل مربط الفرس في طائفية الميليشيات حيث يذكر المجلس النرويجي للاجئين بعدا خطيرا لحرمان النازحين من الوثائق يتمثل في السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم وتجريدهم من حق المواطنة وتندرج تلك الإجراءات ضمن مشروع طائفي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في مناطق النازحين أكبر عملية انتزاع للهوية يشهدها العراق في عصره الحديث أمام أنظار العالم وبشهادته دون أن يجد هؤلاء النازحون من يقف في وجه تغريبهم عن حق الحياة في بلادهم